اشتركوا في القناة وتكلمنا فيه عن طرق الشحن بالكهرباء او ما يطلق عليه انواع التكهرب اللي هي الدلك واللمس والتأثير تكلمنا عن الكشاف الكهرابي تكلمنا عن قانون كلوم ويطبقنا عليه بمسائل تكلمنا بعد كده عن المجال الكهرابي وتخطيط المجال الكهرابي وخصائص خطوط المجال الكهرابي ثم تحزنسنا بعد ذلك عن الجهد الكهرابي وفرق الجهد بين النقطتين واخدنا مسائل على شدة المجال الكهرابي والجهد الكهرابي ثم بعد ذلك تحدثنا عن السعة الكهربية وخصائصها المكسفات الكهربية كلمنا عن العام نتوقف عليها السعة المكسف زلوحين المتوازين وانتهينا في الفصل الاول بتوصيل المكسفات في الدواري الكهربية وانا هي توصيل على التوالي وعلى التوازي اتدربنا كذلك على مسائل الفصل الاول باذن الله ان شاء الله هنبدأ النهاردة نتحدث في الفصل التاني والفصل التاني ده بعنوان الكهربية المتحركة او التيارية او الديناميكية الكهربية المتحركة لان بتحرك فيها الشحنات الكهربية داخل المواصل اللي عند لها احنا قلنا الالكترونيات الحرة السالبة تيارية لان حركة الشحنات او الالكترونيات داخل المواصل او من خلال المواصل بيطلق عليها طيار كهربي ديناميكية وهي معنى لكلمة الكهربية المتحركة اول حاجة هنتكلم عنها احنا قلنا بنتكلم عن الطيار الكهربي طب ايه هو تعريف الطيار الكهربي؟ تعريف الطيار الكهربي هو فيض من الالكترونات الحرة التي تسري خلال موصل من الكتب السالب الى الكتب الموجب للعمود الكهربي يبقى هو فيض كلمة فيض يعني عدد كبير من الالكترونات الحرة تسري خلال موصل من الكدب السالب الى الكدب الموجب للعمود الكهرابي يبقى هنا في العمود الكهرابي او داخل العمود الكهرابي هتتحرك الالكترونيات الحرة السالبة من الكدب السالب الى الكدب الموجب طيب استلاحيا واحنا بنتحرك مع التيار الكهرابي داخل الدايرة هنتحرك ازاي ده اللي هو الاتجاه التقليدي او الاستلاحي للطيار الكهربي اتجاه التقليدي او الاستلاحي للطيار الكهربي هو اتجاه سرايان الشحنات الكهربية من الكتب الموجب الى الكتب السالب للعمود الكهربية يبقى الاتجاه الاستلاحي ان الشحنات عندي هتتحرك من الكتب الموجب الى الكتب السالب خلال الدايرة الكهربية شدة الطيار الكهرابي. شدة الطيار الكهرابي رمزه زي ما احنا شايفين اي. طب ايه تعريفه? قلنا تعريف شدة الطيار الكهرابي. هي كمية الكهربية. كمية الكهربية رمزها كيو. التي تمر عبر مقطع معين من الموصل في زمن تي اللي هو رمز الزمن مقداره ثانية واحدة. يبقى اذا هو كمية الكهربية اللي رمزها كيو. او التي تمر خلال مقطع من الموصل في زمن رمز تي قدره ثانية واحدة. من التعريف هنبتدي نطلع قانون نحسب به قيمة شدة الطيار الكهرابي. انا عندي من خلال التعريف لقيت عندي تلات رموز. اولا الاي اللي هو رمز شدة الطيار الكهرابي. ثانيا كمية الكهربية قلنا رمزها كيو. واخيرا التي اللي هو الزمن. يبقى اذا عندي تلات رموز من خلالهم هضع قانون لحساب قيمة شدة الطيار الكهرابي اللي هما الاي والكيو والتي اللي هو القانون كما قدامنا مكتوب اللي هو الاي بتساوي كيو على تي. طيب اي يعني ايه? كيو يعني ايه? تي يعني ايه? هقولنا ان الاي دي شدة الطيار الكهرابي. الكيو كمية الكهربية و تي الزمن. طيب. من خلال القانون? ايه هي وحدة كش الطيار? من خلال القانون احنا قلنا الاي بتساوي كيو على تي. كيو اللي هي كمية الكهربية. وشو احنا الكهربية اللي احنا قلنا من الفصل اولان ان هي وحدتها بالكلوم. التي اللي هو الزمن والوحدة بتاعته بالثانية بقى كلوم لكل ثانية. اللي بنطلق عليه زي ما احنا هنشوف دلوقتي حاليا واحدة كش الطيار كلوم لكل ثانية اللي بنطلق عليه امبير. يبقى ازا واحدة كش الطيار هي الامبير. ولكن الوحدة اللي بنجيبها من القانون عندنا كلوم لكل ثانية. يعني لما يجي يقول لي الامبير يكافي ايه? يبقى انا هدور على الوحدة بتاعته من خلال التعريف اللي هي كلوم لكل ثانية. هل هناك وحدات اخرى لقياس شطيار الكهرابي? اه في وحدات اخرى لها الشطيار. اول وحدة هي الميلي امبير. طب الميلي امبير ده يساوي كم امبير? عشرة استسالب تلاتة امبير. طب في واحدة تانية ايوة في اللي هي المايكرو امبير. طب المايكرو امبير كم امبير عشرة استسالب ستة امبير? زي ما احنا قلنا في الحلقات السابقة لما اتكلمنا عن ازاي احاول من مايكرو كلوم لكلوم او من مايكرو فراد لفراد قلت ان انا بضرب الرقم اللي بيده لي في عشرة السالب ستة عشان اشيل المايكرو اي مايكرو قلنا ان هو عشرة السالب ستة وقلنا ان مايكرو كلوم لو انا حبيت احاوله كلوم يبقى هضرب في عشرة السالب ستة مايكرو فراد في مسألة الساعة الكهربية قلنا برضو هنضرب في عشرة السالب ستة عشان احاولها الفراد. كذلك في شدة الطيار لو ادهوا لي بالمايكرو انبير وعايز احاولوا الانبير هاضربو في عشرة وسالب ست. طيب خدنا شدة الطيار الكهرباء. ازاي ايه شدة الطيار الكهرباء في الدايرة الكهرباء? يقاش شدة طيار الكهرباء في الدايرة الكهرباء من خلال جهاز الاميتر. يبقى اذا هو جهاز بيستخدم في خواهر شدة الطيار. يبقى لو جالي سؤال في الامتحان قال لي اسكر استخدام الاميطر يبقى هو جهاز يستخدم في قياس شدة الطيار. طيب هل الاميطر ده نوصله على الداير ازاي بيتم توصيل جهاز الاميطر في الدايرة الكهربية بتاعتنا على التوالي. يبقى ازا في خلال شد طيار عرفنا شد شد الطيار الكهرابي قلنا اولا رمزه اي تعريفه قلنا هو كمية الكهرباء تمر خلال مقطع معايم موصل في زمن قدره ثانية واحدة. قلنا بعد كده القانون بتاع شد الطيار اي بيساوي كيو على التي ثم بعد ذلك قلنا ان الاي دي يعني شد طيار كيو كمية الكهربية تي الزمن. ومن خلال معرفتي بالقانون قدرت اطلع واحدة كاشة الطيار قلنا اللي هي الكولوم لكل ثانية اللي بنقول عليها امبير. يبقى ازا واحدة كاشة الطيار هي الامبير. ولو قال الامبير يكافي قلنا كلهم لكل ثانية. في واحدة كياس تانية في شد طيار قلنا اه اللي هي هي الميلي امبير ومايكرو امبير. ميلي امبير عشان حوالة امبير اضرب في عشر والسالب تلاتة. مايكرو امبير عشان حوالة امبير اضرب في عشر والسالب ستة. انتهينا بالجزء بتاع شد طيار اما احنا قلنا ان شد طيار ده بنقيسه من خلال جهاز يسمى جهاز الاميزر اللي بيتم توصيله على التوالي في الدايرة الكهربية. كوة الدفعة الكهربية. واحنا بنتكلم عن الكهربية الديناميكية او المتحركة او التيارية لازم نخلبنا من تلات حاجات مهمين جدا. تكلمنا عن شد طيار. وتكلمنا في الفصل اولاني عن الجهد الكهرابي او فارج جهد بالنوتين. لو احنا نتذكر فارج جهد بالنوتين. قلنا هو الشغل المبزول مقدرا بالجول. لنقل شحنة مقدارها واحد كولوم من نقطة الى نقطة اخرى او بين النقطتين. قلنا فارج جهد رمزو فيه. وقلنا كذلك ان فارج جهد وحدته تسمى الفولت. وقلنا الفولت هو فارج جهد بين النقطتين عندما يلزم بزل شغل مقداره واحد جول لنقل لنقل شحنة كهربية مقدارها واحد كولوم بين النقطتين. طيب. انا عندي المصدر الكهرابي بقول ليه كوة دفعة كهربية اللي احنا نقول عليها كاف ده الكاف. ما هو تعريف القوة الدفعة الكهربية? قوة الدفعة الكهربية ان هو الشغل الكلي المبزول لنقل شحنة كهربية او لنقل كمية من الكهربية مقدارها واحد كولوم في الدائرة الكهربية داخل المصدر وخارجه. يبقى هو الشغل الكلي المبزول لنقل كمية من الكهربية مقدارها واحد كولوم في دايرة الكهربية داخل المصدر وخارجه. طيب اشمية انا قلت هنا شغل كلي. مانا لما جيت قلت فرق قلت هو الشغل المبزول. لكن هنا بنقول الشغل الكلي لان لو بصيت في اخر التعريب بنقول داخل المصدر وخارجه. يبقى ازا انا عندي هنا شغل مبزول داخل المصدر. وشغل مبزول خارج المصدر. عشان اجيب الشغل الكلي المبزول او عشان اجيب القوة الدفعة الكهربية عندي للبطارية او للعمود الكهربائي اللي عندي لازم اجمع الشغل داخل المصدر والشغل خارج المصدر. طيب وحدة قياس القوة الدفعة الكهربية هي هي نفس وحدة قياس فرق جدوة النقطتين اللي هي الفولت. وبرضو بتقاس القوة الدفعة الكهربية بجهاز الفولتاميتر. قياس فرق الجهد بين نقطتين في دايرة الكهربية. والقوة الدفعة الكهربية المصدر. يبقى ازن احنا لسه كنت قايل من شوية. ان الكوة الدفعة الكهربية. وفرق جدوة بين نقطتين ليهم نفس الجهاز اللي هو جهاز الفولتاميتر. كذلك لما نيجي نبص الفولتاميتر ده بيتوصل في الدايرة على ايه? هلا ايه? بيتوصل على التوازي. يبقى خلي بالي في جهازين خدناهم مهمين جدا في الوقت الحالي. الاميتر والفولتاميتر. اولا الاميتر بيستخدم في قياس شدة الطيار الكهربية ويتم توصيله في الدايرة الكهربية على التوازي. الفولتاميتر بيستخدم في قياس فرق جهد من نقطتين او القوة الدفعة الكهربية لعمود كهربية وبيوصل في الدايرة الكهربية على التوازي. الشروط الواجب توفرها لمرور طيار كهربية في دايرة كهربية. انا عندي دايرة كهربية وعايز اتأكد من وجود طيار كهرابي في هذه الدايرة. ايه الحاجات الاساسية والمهمة اللي لازم تكون موجودة عشان يوجد او يمر في هذه الدايرة طيار كهرابي. عشان اعرف ايه الحاجات المهمة هنمسك الجهاز بالزبط. يعني انا مسكت اميتر في الدايرة الكهربية ده بيقيت شد طيار. يعني لازم يكون فيه شد الطيار في الدايرة. طيب الفولتوميتر مهم. طيب هو مهم اه. ولكن مش من الشروط الواجهة وتفرغم موجود طيار كهرابي لان هو بيقيس فرق جهد او قوات دفع اللي هي موجودة اساسا في الدايرة الكهربية. في مقاومة سابتة. في مقاومة متغيرة. كل دوت بينتج او بيتعامل مع وجود طيار كهرابي فعلا في الدايرة. اما الايه الحاجتين المهمين عشان يتوافر او يتوافر او يبقى موجود طيار كهرابي في الدايرة. اول حاجة وجود عمود كهرابي. يعني لازم يكون ان في بطارية مصدر للطيار الكهرابي او للجهد الكهرابي موجود اللي هو العمود او البطارية. يبقى اول شرط من شروط ان انا احصل على طيار كهرابي او مرور طيار كهرابي في دايرة وجود مصدر كهرابي مثل عمود كهرابي او بطارية. طب ايه الفرق بين عمود كهرابي او البطارية. احنا دايما بنفتكر ان العمود هو البطارية. عمود كهرابي هو عمود واحد فقط ده اللي موجود. لكن البطارية بتبقى عدد من الاعمالة المتصلة مع بعضها. طيب انا ممكن يكون عندي موجود عمود كهرابي او موجود بطارية وبرضه ما يمرش في الدايرة طيار كهرابي. لان انا بيتحكم في الدايرة الكهربية ان كانت يمر فيها طيار كهرابي. او ما فقاش طيار كهرابي من خلال مفتاح. يبقى ان تكون المفتاح دوت يخلي الدايرة مغلقة. يبقى ازا ان اول حاجة ان لازم يكون مصدر كهرابي موجود سواء كوى دفع سواء عمود كهرابي او بطارية. حاجة تانية ان تكون الدايرة مغلقة من خلال المفتاح. يبقى ازا شرطين دول مهمين جدا لمرور طيار كهرابي في دايرة كهرابي. طيب. الجزء اللي هنتكلم عليه. احنا قلنا فيه ثلاث حاجات مهمين. وانا بتكلم فيه الكهربية المتحركة او كهربية الديناميكية وهما. وهما اللي هما قلنا الطيار الكهرابي. الجهد الكهرابي. الجزء التالت اللي هي المكاومة الكهربية. والمكاومة الكهربية رمزها. يبقى ازا ثلاث حاجات مهمين. وانا بتكلم عن اي دايرة كهربية. قلنا طيار كهرابي. جهد كهرابي. مكاومة كهربية. تعريف المكاومة الكهربائية اي هي هو خاصية ممانعة الموصل لمرور الطيار الكهرباء يبا هو خاصية ممانعة الموصل لمرور الطيار الكهرباء يعني المكاومة معناها سلك بيمنع مرور الطيار الكهرباء من خلاله كل ما تزيد هذه الممانعة كل ما هتزيد قيمة المكاومة الكهربائية للدائرة الكهربائية طيب وحدة قياس المقاومة الكهربية هي الأوم. يقول ما المقاومة الكهربية خاصية ممانعة الموصل لمرور التيار الكهربي. قمنا وحدة قياسة هي الأوم وهنعرف لما ناخد قانون الأوم هنقدر نحط تعريف اخر للمقاومة الكهربية. انواع المقاومات الكهربية عنده. المكاومات الكهربائية عندي نوعين او النوع عندي وهو المكاومة السابتة المكاومة السابتة هي المكاومة اللي بيكون لها قيمة سابتة من امثلتها المكاومة الكربونية ودي بتقوم مصنوعة من الجرافيت واسمها واضح مكاومة سابتة يعني اذا هي مكاومة مقصودش سابتة يعني انا مسبتها في مكانها لا انا اقصد القيمة بتاعتها بتبقى سابتة بقى كلمة مقاومة سابتة معناها مقاومة سابتة في القيمة. طيب شكلها ايه? هلاقي عند المقاومة السابتة بتترسم باحدة الطريقتين كما قدامكم كده بالزبط. اي طريقة منهم هما الاتنين بتعتبر ده تمثيل للمقاومة السابتة. لان في مقاومة نوع تاني من المقاومة هتكلم عنه دلوقتي هيبقى يختلف الرسمة دي اختلاف بسيط. يبقى قولنا او النوع المقاومة السابتة النوع التاني وهو المقاومة المتغيرة اللي بسميها الريوستات. يبقى النوع التاني المقاومة المتغيرة وبسميها الريوستات وضروي ومهم جدا ان انا احفظ الاسمين مقاومة متغيرة وريوستات لاني ممكن يجي لي السؤال بالمقاومة المتغيرة او يجي لي بالريوستات يبقى انا عارف ان الاتنين معنا واحد اللي هو مقاومة ده غيرة هي هي الريوستات. ايه هي المقاومة المتغيرة؟ دي مقاومة بيمكن تغيير قيمتها وتدمج في الدوارق الكهربائية للتحكم في شدة الطيار يعني من خلال هذه المقاومة السابتة ما بتغيرش في شدة الطيار لان هي سابتة القيمة طول التجربة معي لكن انا لو عندي تجربة وعايز اغير في قيمة شدة الطيار ابتدأ اغير في قيمة المقاومة المتغيرة او ريوستات عشان اقدر اتحكم في قيمة شدة الطيار سواء ان انا ازود قيمة شدة الطيار او اقل القيمة شدة الطيار طيب شكلها ايه المقاومة المتغيرة؟ كما بالشكل هتلاقي اني الشكلين قريبين من بعض سابق مقاومة سابتة او مقاومة متغيرة والاختلاف في السهم السهم اللي موجود ده معناه اني القيمة بتاعة المقاومة عندي ممكن اغيرها زي ما نعايز اسناء اجراء التجربة قانون اوم قانون اوم من ضمن القوانين المهمة جدا اللي دايما بيبقى فيها اسئلة ودايما فيها مسائل كويسة هناخد قانون اوم ونعرف ايه هو قانون اوم شدة الطيار الكهرابي تعريفه شدة طيار الكهرابي احنا قلنا شدة الرمز ايه التي تمر في مواصل تتناسب طردية مع فرق الجهد اللي هو فيه بين طرفيه هذا المواصل عنده سبوت درجة الحرارة يبقى او انا باجري تجربة قانون اوم او انا بستنتج قانون اوم لابد ان انا سبت درجة الحرارة عشان كده كده فيه عندي مقاومة سبتة كمان يبقى اذا جوه التجربة ذات نفسية انا هتحكم او هدور على متغيرين فقط اللي هما شدة طيار وفرق الجهد عشان نعرف التغير في احدهما بيعمل ايه في الاخر مسلس قانون اوم واحنا واخدينه من العددية ولكن باللغة العربية احنا هنا بناخده رموز احنا قلنا المسلس بتاعي كما بالرسم هلاقي فوق ال V اللي هي فرق الجهد تحت ال I و R طيب Wonami Yes اللي هي فرق الجهد بين الناس او الجهد الكهراوي i اللي هي شدة الطيار r اللي هيا المقاومة ومن الرسمة اقدر او من المسلس اقدر اعرف ان انا انا عايز ال V بهتساوي i في R عايز A بهتساويız على الار. عايز الار يبقى هتساوي ال في على الاي. تحقيق قانون اوم عمليا او اثباته بالتجربة. الاتنين واحدة. يعني لو جالي السؤال كيف يمكن تحقيق قانون اوم عمليا او اثبت بالتجربة قانون اوم. الاتنين السؤالين معناهم واحدة. رسم الدايرة الكهربية اللي عندي. ادي الدايرة الكهربية. طب ايه مكوناتها? ايه الرسمي اللي موجود ده. مكونات الدايرة الكهربية. اول مكون عندي بطارية لالفي بي كمصدر للطيار الكهربي. زي ما احنا شايفين بطارية اللي عندي اللي هي العمود طويل وعمود قسائر. قلنا العمود طويل ده بيمثل القطب الموجب. والعمود القسائر ده يمثل القطب الساد. رقم اتنين اميتر اللي هو الايه الدايرة اللي مكتوب جواها ايه? ده اميتر بيستخدم لقياس شدة الطيار الكهربية. رقم تلاتة مكاومة سابتة. مكاومة السابتة اللي هي الموجودة تحت اللي متصلة مع الفولتاميتر. اربعة مفتاح. مفتاح اللي هو الكيه اللي فوق. ده بتحكم فيه من خلاله ومن خلال ان كل الدايرة مغلقة او مفتوحة. خمسة مكاومة متغيرة او ريو ستات. واحنا خلاص لسه واخديني الرسمة بتاعتها فاحنا عارفينها. والفولتاميتر ده بيوصل على التوازي بان طرفها المكاومة السابتة. يعني انا وبصيت تحتها لان المكاومة السابتة اللي رمزها ار متوصلة على التوازي مع الفولتاميتر. واحنا خدنا التوازي والتوالي الحصة السابقة في حالة المكسفات هي نفس الرسمة تقريبا ان زي ما مرسوم المكاومة السابتة وتحتيها المكاومة وتحتيها الموجب مع الموجب والسالب مع السالب عشان اقدر اعمل توصيل توازي. الفولتاميتر اللي موجود في الدائرة ده بيستخدم في قياس فرق الجهد بين طرفي هزين المكاومة السابتة. التجربة عندي اللي انا بزبط بيها قانون اوم بنغلق الدائرة بواسط المفتاح زي ما قلنا عشان يبتدي مر الطيار الكهرابي وبنعدل قيمة المكاومة المتغيرة عشان يمر طيار الكهراب مناسب في هذه الدائرة. ثم انا خلاص زبط سبت المكاومة المتغيرة على قيمة معينة. هقرى الاميتر اللي بيدل على قيمة شد الطيار. وهقرى الفولتاميتر اللي بيدل على قيمة فرق الجهد بين طرفان المكاومة السابتة. ثم بغير من قيمة المكاومة. من مكاومة الدائرة. عن طريق مين? لسا يعنيني الريوستات. الريوستات يعني ايه? هنه الريوستات يعني مقاومة متغيرة. بغير من قيمة المكاومة عشان اقدر اغير من مقاومة الدائرة الكهربائية كلها عشان اشوف تأسير تغيير قيمة المقاومة على شدة طيار وفرق الجهد عشان كده بعد ما ابتدي اغير مقاومة الدائرة من خلال الرويستات المقاومة المتغيرة بابتدي اخد قراءة كل من الاميتر والفولتاميتر بنكرر الخطوة السابقة عدة مرات طب اكررها زي عدة مرات من خلال تغيير قيمة المقاومة المتغيرة وتسجيل نتائج في جدول كما بالشكل ده بنوضح شد طيار فرق الجهد وبتدي احط القيم اللي طالع عندي بس انا بحط القيم اللي طالع عندي في كل مرة انا بقيس شد طيار وبقيس فرق جهد بحطهم الاتنين تحت بعض. نرسم علاقة بينها شد طيار وفرق الجهد كما بالرسم ايه دي فرق الجهد اللي هو الفي قاعد شد طيار اللي هو هنجد ان العلاقة دي ومثلها خط مستقيمة مر بنقطة الاصل ومنه نقدر نجيب الار اللي هي الميل بتاع الخط المستقيم اللي عندي لو بيساوي زي ما احنا قلنا من المسلس بتاع قانون اوم الفي اللي هي فرق الجهد والاي اللي هي شدة الطيار. يبقى من اللي احنا استنتجناه من خلال التجربة ان الفي تتناسب مع مع يعني فرق جهد بيتناسب طردية مع شد طيار يعني ايه قلنا يا تناسب طردية احنا قلنا التناسب في طردي وفي عكسي قلنا عكسي يعني الاتنين عكس بعض كلمة تناسب طردي يعني لما بيزيد شد طيار بتزيد فرق الجهد اما لاقي برضو ان في زيادة في قيمة او او ان شد طيار بقيمت بتقل. يبقى فرق جهد برضو بقيمته. ال في بتساوي الار في الاي دا برضو من قانون او من مثلس قانون اوم. الار هتساوي دلتا في على الدلت اي. طب دلتا في ودلتا اي. يعني ايه دلتا في? ويعني دلتا اي. دلتا في يعني التغير في فرق الجهد. دلتا اي التغير في شدة الطيار. طب اجيبهم ازاي الدلتا في والدلتا اي. دلتا في ان انا باجيبها من ان انا باخد اي كمتين من فرق الجهد واترحم من بعض. طب عايز الدلتا اي اخد نفس الكمتين يعني هاخد كمتين لشي الطيار اللي هما كانوا مع نفس الكمتين بتوع فرق الجهد. هلاقي ان مقدار المكاومة بيساوي من الخط المستقيم. يعني الناتج اللي هينتج من اسم الدلتا فيه على الدلتا اي هيبتدي يديني قيمة المكاومة الكهربائية. الاوم ما هو تعريف الاوم? انا خدت قلت ان ان الار بتساوي على الاي. الاوم هو واحدة قياس المكاوم. يبقى ازا هو مكاومة موصل. يسمح بمرور طيار شدته واحد انبير عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه واحد فولت. تاني الار هو واحدة قياس. الاوم هو واحدة قياس المكاومة الكهربية. يبقى هو مكاومة موصل. يسمح بمرور طيار شدته واحد انبير عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه واحد فولت. تعريف اخر للمكاومة الكهربائية. احنا قلنا لما خدت تعريف المكاومة الكهربائية من شوية وتلك هنتطلع له تعريف تاني بس بعد قانون اوم. تعريف الاولاني المكاومة الكهربائية قلنا ان هو خاصية ممانعة الموصل لمرور الطيار الكهربائي. ده كان التعريف الاولاني. خاصية ممانعة مرور الموصل للطيار الكهربائي. من هنا من قانون احنا لسه مطلع قانون في نهاية التجربة ان الار بتساوي في على الاي. يبقى ازا من هنا قدر اطلع تعريف تاني ان هو النسبة بين فرق الجهد وشدة الطيار. يبقى لازم التعريفين احفظهم. ممكن يجي لي اي احدهما ويقول لي اكتب المصطلح العلمي. يبقى انا عارف ان الاتنين بمعنى واحد اللي هي تعريف المكاومة الكهربائية. طيب. ايه بعد كده هنتكلم عن العوامل او ايه العوامل اللي هتوقف عليها المكاومة الكهربائية. العوامل هتوقف عليها المكاومة الكهربائية لموصل او لسلك. خدنا الكلام ده بردو. واحنا صغيرين ان ايه هي العوامل لو انا عندي سلك. ايه هي العوامل اللي تزود كيمة المكاومة و هي العوامل اللي تقلل كيمة المكاومة. هم اربع عوامل متواجدين عندي. اول sé ر digo طول السلك او طول الموصل. الطول رمزه wet. وبيلاقي ان طول طول السلك او مكاومة سلك بتتناسب طردين مع طول الموصل او مع طول السلك. طب عايز اكتب التناسب الطردي بكتبه بنفسك كيفان لقصادك او بتتناسب طردين مع الال. طرديا يعني ايه قلنا? قلنا يعني لما طول السلك هيزيد المكاومة كمان هتزيد. تاني عامل مساحة مقطع السلك او الموصل والمساحة رمزها ايه? ما بين مكاومة السلك ومساحة مقطعه تناسب عكسي. يعني مساحة مقطع السلك تتناسب عكسيا مع المكاومة. طب اكتبها ازاي? اقول ان الار بتتناسب مع واحد على الايه? يبقى كده لو احنا فاكرين خدنا اهو تناسب الطردي قلت الار تتناسب مع ايه اللي مباشرة. لكن في التناسب العكسي. الار بتتناسب مع واحد على الايه? تالت عامل من العامل توقف على مكاومة الموصل هي نوع مادة السلك. واحنا عارفين ان نوع مادة السلك بيؤثر في قيمة المكاومة. يعني ان كان سلك من الحديد. سلك من النحاس. سلك من الالمونيا. سلك من البلاتين. سلك من الدهب. سلك من الفضة. كل سلك من دول ببالين مكاومة بتختلف عن الاخر. لان في حاجة في كمتين هنتكلم عنهم كمان شوية. بيفرقوا كتير في التوصلية الكهربية او مكاومة السلك. وهو تعريف يسمى المكاومة النوعية للمادة. وتعريف اخر التوصلية الكهربية للمادة. رابع عامل هو درجة حرارة السلك. من العوامل اللي فاتت عايزين بقى نطلع قانون اقدر عين بقيمة المكاومة. يعني انا في الفصل اولاني طلعنا من خلال الفصل بتاعنا او من خلال تعريف الجهد وفرق الجهد طلعنا الجهد طلعنا له كمتين. لو انا عايز اجيب فرق جهد من الطين قلنا الفي بتساوي ده كان قانون. فالالتاني او القانون التاني تكلمنا به عن الجهد ان الجهد الكهرابي لشوحنا بيساوي. الفي بتساوي كي في كيو على الدي. تكلمنا من شوية عن شدة التواري الكهربية وطلعنا القانون بتاعه. ان الاي بتساوي كيو على تي. الجزء التالت المكاومة الكهربية ازاي? ايه هو القانون اللي انا اقدر استنتج منه قيمة المكاومة? ممكن كمان التلاتة استنتجهم من خلال مسلس قانون اوم اللي هما الفي والاي والار اقدر اشتغل على انهي قانون على حسب معطيات المسألة اللي بدي هالك. انا بشوف المعطيات اللي عندي ومن خلالها بختار القانون اللي ياسبني في ايجاد قيمة الكمية المطلوبة. طب ايه القانون اللي انا بجيب منه قيمة المكاومة? بقول ان الار بتساوي الرو في الال على الايه? القارة اللي هي المكاومة الكهربية. الال اللي هي طول السلك او طول الموصل. الايه? اللي هي مساحة مقطع السلك او مساحة مقطع الموصل. طب ايه هي الرو? انا قلت لك من شواني فيكم امتين مهمين جدا عشان اقدر اعرف التواصلات الكهربية او كفاءة السلك ده او مكاومته تأثر فيه اللي هي مكاومة نوعية والتواصلات الكهربية. الرو ده اول وحدة فيهم اللي هي المكاومة النوعية لمادة السلك عندي او لمادة الموصل. مكاومة نوعية للمادة اللي هي الرو تعريفها هي مكاومة سلك من هذه المادة طوله واحد متر ومساحة مقطعه واحد متر مربع وهي خاصية مميزة للمادة. تاني مكاومة النوعية للمادة اللي هي تسمى رو تعرفة مكاومة سلك من مادة من هذه المادة تولها واحد متر ساحة مقطعها واحد متر مربع خاصية مميزة المادة يعني ان المكاومة النوعية لأي مادة بتختلف عن المادة الاخرى. يعني المكاومة النوعية للنحاس غير النوعية للدهب غير المقاومة النوعية للبلاتين غير المقاومة النوعية للفضة القانون بتعروه وده بيجيبه من قانون الار ان الرو بتساوي ار في ايه على ال وحدة قياس المقاومة النوعية للمادة هي اوم في متر وحدة قياس المقاومة النوعية هي اوم في متر التعريف التاني او الخاصية التانية المهمة في المقاومة الكهربية وفي الطيار الكهربية عملا او كمان في الكهربية الديناميكية والتعريف هي التواصلات الكهربية للمادة اللي هي تسمى سيجمة التواصلات الكهربية للمادة تعريفها هي مقلوب المقاومة النوعية للمادة التواصلات الكهربية تعريفها مقلوب المقاومة النوعية والتوصيلات الكهربية لها قانونين اقدر اجيب بهم التوصيلات الكهربية. اول قانون ان السجما بتساوي واحد على الرو. طيب ده جيب مين? مين التعريف? مقلوب المكاومة النوعية للمد. مكاومة النوعية رمزها رو. اما اجي اقلب الرمز هيبقى واحد على رو لان الرو مكاومه واحد. اما على رو. القانون التاني. ان السجما بتساوي ال على ار ايه. طيب جيم نيني القانون ده كمان ما انا لسه قايل ان الرو بتساوي ار في ايه على ال. واحنا قلنا ان التواصلات الكهربية مقلوب المكاومة النوعية يبقى انا هقلب نفس القانون اللي هو احنا قلنا المكاومة النوعية تساوي ار في ايه على ال. يبقى التواصلات الكهربائية ليه بقى تبقى ال على ار ايه. يبقى ازا لو انا حفظت القانون من الاتنين وعارف العلاقة ما بينهم اقدر اجيب القانون بتاع الخاصية التانية اللي موجودة. وحدة قياس التواصلات الكهربائية المادة قوم السالب واحد في متر السالب واحد. وحدة قياس التواصلات الكهربائية المادة اوم السالب واحد في متر السالب واحد. احنا قلنا المكاومة النوعية وحدتها اوم في متر. لكن التواصيلات الكهربية اوم السالب واحد في متر السالب واحد. توصيل المكاومات الكهربية في الدوائر الكهربية. توصيل المكاومات الكهربية ده يذكرني بالحلقة السابقة لما اتكلمنا فيها عن توصيل المكاسفات في الدوائر الكهربية. نقولنا في حالة توصيل المكاسفات في الدوائر الكهربية كان عندي طريقتين التوصيل. توصيل على التوازي وتوصيل على التوالي. كذلك برضو اما نيجي نتكلم عن توصيل المكاومات في التوالي الكهربية هيتم توصيلهم على التوالي وعلى التوازي. هنتكلم عن كل توصيل منهم باستفادة. نبدأ الاول بتوصيل على التوالي. في حالة توصيل على التوالي الغرض منه ان انا بحصل على مكاومة كهربية كبيرة من عدة مكاومات كهربية صغيرة. يبقى ازا في حالة التوصيل على التوالي. ايه الغرض? بجي لك سؤال فاني بتاعنا لك ايه الغرض من التوصيل على التوالي? الحصول على مكاومة كهربية من عدة او مجموعة من المكاومات الصغيرة. طب كيف يتم بالرسم توصيل المكاومات على التوالي? كما بالشكل. ممكن التلاتة دول او ممكن التلاتة يابقوا جنب بعض. ده يعتبر التوصيل على التوالي. استنتاج قانون التوصيل على التوالي. عند توصيل عدة مكاومات على التوالي في دايرة كهربية فان. الفي بتساوي زائد في تو زائد في سري. يعني اما ما عندي عدة مكاومات موجودين في دايرة كهربية متوصلة على التوالي. لاي ان فرق الجهد بيتوزع على هذه المكاومات. طيب. V1 يعنيه V2 يعنيه. V3 يعنيه? V1 معناها الجهد الكهرابي لداخل المكاومة الاولى. طيب V2 الجهد الكهرابي اللي في المكاومة التان. V3 الجهد الكهرابي للمكاومة التالة. طيب اي النقعة دية؟ النقعة ديت معنى ان اي علد من المكاومات موجودة. لو انا عايز اجيب الجهد الكل للدائرة اجمع هذه الجهد طيب من قانون اوم طيب جات منين القانوني التاني اللي انا كاد بوده دلوقتي ده من قانون اوم احنا لو جبنا لو استرجعنا قانون اوم اني عند المسلس فوق في تحت اي وار يبقى ازا البي بتساوي الاي في الار فبيشيل البي وحط ما يعودها اللي هو الاي في الار طيب البي وان هتبقى اي وان في اروان لاني بتكلم عن المقاومة الاولى طيب في تو تبقى اي وطو في ار تو لاني بتكلم عن المقاومة التانية طيب في سري هتساوي اي سري في ار سري انا بتكون لما عن المقاومة التالتة طيب لو في عشرة هقول اي عشرة في ار عشرة انا بتكلم عن المقاومة العشرة يبقى ازا اي في لو انا عايزها بتساوي الاي في الار بس على حسب النوع او الرقم بتاعي لو انا عندي عايز اجيب الجهد الكلي بقول اي في ار يعني شتار الكلي في المقاومة كلية للدائرة او المكاومة المكافأة للدائرة. لو انا عايز قيمة الجهد على المكاومة الاولى يبقى شدة الطيارة على المكاومة الاولى في قيمة المكاومة الاولى. طيب في حالة التوصيل على التوالي. احنا قلنا الجهد بيتوزع على المكاومات الموجودة عني. كذلك لكن لكن شدة الطيار بيبقى ثابت عني. شدة الطيار بيبقى ثابت. يعني شدة الطيارة لداخل في الدايرة ادي شد تيارة لداخل في المكاومة الاولى ادي شد تيارة لداخل في المكاومة التانية ادي شد تيارة لداخل في مكاومة التالتة. بمعنى لو انا عندي شد تيارة الكل لداخل في الدايرة اتنين امبير. يبقى لو جالي في المسألة لا انا طلب مني ان انا عايز قيمة شد تيارة اللي في المكاومة الولى برضو اتنين امبير. طب الشد تيارة اللي هيخش للمكاومة العشر برضو اتنين انبير طالما ان التوصيل على التوالي لان احنا قلنا ان شد تيار بيبقى ثابت في حالة التوصيل على التوالي. اي بتساوي اي وان بتساوي اي تو بتساوي اي سري لما احنا قلنا شد تيار ثابت. عشان نبسط المعادلة اللي فوق منها بنبتدي نشيل الثوابت. مين اللي ثابت اللي عندي اللي هو الاي. هيبقى معي ايه? ان الار بتساوي ار واحد زاد ار اتنين زاد ار تلاتة. معناها ان المكاومة المكافأة في الدائرة الكهربائية والمكاومة الكلية للدائرة عندي بتساوي مجموعة هذه المكاومات في حالة التوصيل المكاومات على التوالي. طيب. لو انا حبيت اقارن بين المكاومة الكلية للدائرة واي مكاومة من المكاومات اللي جوها لان المكاومة الكلية هي الاكبر لان هي مجموعة هذه المكاومات تاني طريقة وهي توصيل على التوازي في التوصيل على التوازي ايه الغرض من التوصيل على التوازي الحصول على مكاومة صغيرة من عدة او من مجموعة من المكاومات الكبيرة يبقى في حالة التوصيل على التوالي ان باحصل على مكاومة كبيرة من مجموعة من المكاومات الصغيرة في حالة توصيل على التوازي لا احصل على مكاومة صغيرة من عدة او من مجموعة من المقاومات الكبيرة طريقة التوصيل زي ما احنا شايفين اتفقنا دايما تعال التوصيل على التوالي الاطراف المجابة كلها بتتجمع في طرف واحد والاطراف السليبة كلها بتتجمع في طرف واحد للبطارية. عند توصيل عدة مقاومات على التوازي في دايرة كهربية حنستنتج قانون توصيل المقاومات على التوازي. قلنا في حالة توصيل المكاومات على التوالي ان فرق الجهد هو اللي بتوزع وشدة الطيار هي اللي سابتة في حالة توصيل المكاومات على التوازي احنا قلنا على التوالي فرق الجهد يتوزع شد طيار سابتة. في حالة التوازي لأ شد طيار هو اللي هتوزع على المكاومات بينما هيكون الجهد اللي داخل لكل مكاومة سابت زي ما هنشوف حاليا. اي بتساوي اي ون زاد اي تو زاد اي سري وهكزا ده دليل على ان شد تيار اللي دخلا في الدايرة الكهربية هتتوزع على المكاومات الموجودة اللي عندي. فمجموع شد تيار اللي موجود على كل مكاومة يديني شد تيار الكلي للدايرة الكهربية. من قانون اوم. احنا قلنا في فوق تحت اي وار. يبقى الاي بتساوي اللي فوق اللي هو الفي على اللي تحت اللي هو الار. يبقى ازا الاي بتساوي الاي بتساوي الفي على الار. هنبتدي نشيل الاي ونعود عنها في قيمتها الى الفي على الار. طيب الاي ون ها? مش هقول بقى في على ار تاني. لا. طالهم ان انا شغل على المكاومة الاولى. يبقى كل الرموزة عندي على المكاومة الاولى. يبقى ازا الاي ون هتساوي. في ون على ار وان. او بتساوي على الار تو. ثم هتبقى على الار سري. ده عشان اقدر اجيب وانا بستنتج القانون او كوانين توصيل المكومات على التوازي. يبقى الاي قلنا ان هي بتتوزع. ببتدع عود عن الاي من خلال قانون ام اللي هو ال في على الار ولو كانت اي وان يبقى في وان على ار وان. اي تو يبقى في تو على ار تو. اي سري يبقى في سري على ار سري. شتار تتوزع يبقى اذن الجهد هو اللي سابت. يعني البي بتساوي في وان بتساوي في تو بتساوي في سري. قلنا هنشيل السوابت اللي موجودة في القانون اللي فوق يبقى عندي ان الواحد على ار بتساوي واحد على ار واحد زائد واحد على ار اتنين زائد واحد على ار تلاتة. طيب. حد هيسأل في حالة التوصيل على التوالي احنا شلنا السوابت وما كتبناش مكانها حاجة. لكن في حالة التوصيل على التوازي احنا شلنا السوابت وكتبنا مكانها واحد. لان في حالة التوصيل على التوالي وانا بشيل السوابت او بطير السوابت كأن مقامة بواحد. فالواحد في حالة الضرب هو هو ما بيحصلش اي تغيير. لكن هنا في حالة الاسم زي ما احنا شايفين ما ينفعش بفوق واحد وابتدي اشيله فبيفضل زي ما هو فيطلع القانون النهاية عندي ان واحد على ار واحد زاد واحد على ار اتنين زاد واحد على ار تلاتة ومنه معناه ان مقلوب المقاومة المكافأة للدائرة في حالة توصيل عدة مقاومات على التوازي يسوي مجموع مقلوبات هذه المقاومات ولو حبيت اقارم بين المقاومة المكافأة او المقاومة كلالة الدائرة وقيمة اي مقاومة موجودة داخل الدائرة هلاقي ان دايما المقاومة المكافأة اصغر من قيمة اي مكاومة. في حالة توسيل على التوالي وعلى التوازي في شوية ملاحظات او شوية علاقات تسهل للحل. يعني في شوية علاقات تسهل للحل بس بشروط. يعني هزي العلاقات بتكون بشروط مش دايما. انا باستخدمها في حالات خاصة. يعني تعتبر دي حالات خاصة في توسيل المكاومات على التوالي وعلى التوازي. اول حالة عندي ازا كانت المكاومات المتصلة معا على التوالي متساوية ومقدار كل منها وعدد هزي المكاومات فان المكاومة الكلية تعطى من العلاقة. طيب. يعني عندي مجموعة من المكاومات قيمة احنا قيمة عدة مكاومات على ايه? على التوالي. يبقى هنا بتكلم في حالة التوالي. وعندي عدة مكاومات. الشرط اللي عندي ان هي تكون متساوية. يعني العلاقة اللي انا هكتبها ديت شرطها الاساسي. ان المكاومات اللي متصلة في حالة توصيلها على التوالي تكون كل هزي المكاومات قيمتها متساوية. او قيمها متساوية. لو كانت القيمة بتاعت كل مكاومة وعددها ان. يبقى العلاقة اللي عندي اللي هجيب بيها المكاومة المكافئة او المكاومة كلية للديرة ان بتساوي بتساوي ان في يفرج بالv طب ايه الفرج بين اياه العلاقة واخنة. هنا بترمز ليه? المكاومة كلية للديرة او المكاومة المكافئة للديرة بترمز لقيمة كل مكاومة. والان هي عدد هزين مكومات. بمعنى لو انا عندي خمس مكاومات. كل مكاومة كمتها تلاتة. يعني كلهم قد بعض دي تلاتة ودي تلاتة ودي تلاتة. الخمس مكاومات كل واحدة فيهم تلاتة. عايز اجيب المكاومة الكلية بتاعتهم او المكاومة المكافأة للدائرة. حسب القانون اللي استنتجناه في حالة توسيع التوالي هقول انه اوار بتصور واحد زي ادار اتنين زي ادار تلاتة زي ادار اربعة زي ادار خمسة واجمع الخمسة على بعد. العلاقة ديت او الحال الخاصة دي للتبسيط ان انا بايا اخد قيمة واحدة فيهم واضربهم في عددهم. هما كانوا كام واحدة? خمسة. وقيمة واحدة فيهم كام? تلاتة. يبقى تلاتة في خمسة بخمستاشر. يبقى قيمة المكاومة المكافأة عندي هتبقى خمستاشر. ولو جمعتهم على بعد التلاتة زي التلاتة زي التلاتة زي التلاتة زي التلاتة برضو هتطلعوا خمستاشر فهي للتبسيط هذه العلاقة. ملحوزة التانية او العلاقة التانية ازا كانت المكاومات متصلة على التوازي. يعني نفس الموضوع. عندي عدة مكاومات متساوية. كيمة كل واحدة فيهم وعددهم ولكن المرادة مش متصلين على التوالي. لا متصلين على التوازي. طب ايه العلاقة اللي انا هستخدمها? احنا قلنا في حالة التوالي هاخد كيمة احدهم واضربهم في عددهم. طب في حالة ما يكونوا متواصلين على التوازي. العلاقة اللي عندي لان الار بتساوي على الان. يعني المكاومة المكافأة او المكاومة الكلية لعدة مكاومات متساوية متصلة على التوازي بتساوي اللي هي قيمة احدهم على الان اللي هي عددهم. يعني لو عايز اجيب المكاومة المكافأة حالة لعدة مكاومات متساوية متصلة على التوازي بقسم كيمة واحدة فيهم على عدد هذه المقاومات. بمعنى ناخد نفسي مثال انا كان عندي خمس مقاومات كل مقاومة تلاتة اهم. طيب انا عايز لما جيت اجيبهم المقاومة المكافأ على التوالي قلت خمسة في تلاتة وخمستاشر. طيب في حالة توصيلهم على التوازي هجيب كيمة واحدة واقسم على عددهم يعني هقسم تلاتة على الخمسة. وده يوضح لي من شواء لما اقولت لك ان كيمة المكاومة المكافأة في حالة توصيل على التوالي اكبر من كيمة اي واحدة فيهم. اننا في حالة التوالي طلعت المكاومة المكافأة خمستاشر لكن كيمة كل واحدة بتلاتة. في ازن يبقى هي اكبر من اي واحدة فيهم. لو مسكنا بقى في حالة التوازي انا قلت هتبقى المكاومة المكافأة اقل من كيمة اي مكاومة الا ان المكاومة المكافأة طالعة تلاتة على خمسة يعني ستة من عشرة اوم. طبعا اقل من كيمة اي واحدة فيهم اللي هي التلاتة اوم. حالة الخاصة التالتة في حالة وجود مقومتين فقط. متصلاتان على التوازي. يبقى ازا عند مقومتين ولكن متواصلنا على التوازي. ما كتبناش التوالي ليه? لان في التوالي ما فيهاش اي مشكلة. انا بقول ار هتساوي ار واحد زاد ار اتنين خلاص. تلاتة زي التلاتة زي المسال احنا اخدناها تساوي ستة وخلص المسألة على كزا. في حالة التوصيل على التوازي القانون اللي انا كنت هشتغل عليه من خلال الاستنتاج اللي احنا استنتجناه ان واحد على ار واحد زاد واحد على ار اتنين. ممكن وانا بعمل الشغل الرياضي والتعويض اللي موجود في القانون ده يحصل لخطأ شوية. فحطينا علاقة خاصة او قانون او حالة خاصة عشان نجيب بيها المكاومة المكافأة ببساطة شوية. فقلنا القانون اللي عند ان الار بتساوي قلنا الار ديت اللي هي المكاومة المكافأة قلنا في حالة التوازي هتساوي ار واحد في ار اتنين على ار واحد زائد ار اتنين. يبقى ازاً لو انا متوصلين عند المكاومتين دول. بس ما قلناش بقى متساويتين. اي مكاومتين. ولكن متوصلين على التوازي بدلا ما قول واحد على ار واحد زائد واحد على ار اتنين. ممكن اعود بالعلاقة دي مباشرة ان الار بتساوي ار واحد في ار اتنين على ار واحد زائد ار اتنين. يعني حاصل ضربهم على مجموعهم. لو رجعنا نطبق المسال اللي احنا كنا اخذينه من شوية. اقول يعني هتساوي تلاتة في تلاتة. على تلاتة زائد تلاتة. يعني تسعة على ستة يعني واحد ونص او. امثلة على الفصل التاني اللي هو الكهربية الديناميكية او التيارية او المتحركة. مسال الاولاني. وصلت تلات مكاومات. كيمتها اتنين واربعة وتمانية قوم على التوالي. يعني انا عندي تلات مكاومات واستخدم طريقة التوالي. كيمتها كل واحدة فيهم اتنين واربعة وتمانية. وصلوا بمصدر كهرابي قوته الدفعة كهربية ستة وخمسين فولت. احسب. مكاومة المكافلة هزين مكاومات. شد تيارهم مر في كل مكاومة. طيب. انا هنا تلات مكاومات. طيب رموزهم ايه? ار واحد. ار اتنين ار تلاتة. ار واحد عندي اتنين قوم. ار اتنين اربعة قوم. ار تلاتة تمانية قوم. وهنا في حالة التوصيل على التوالي. مصدر كهرابي القوت دفعة كهربية ستة خمسين فولت. يبقى الفي عندي ستة وخمسين. دي المعطيات اللي عندي. المطلوب. المكاومة المكافلة هزين المكاومات. تاني حاجة شدة الطيار المر. المكاومة المكافلة يعني عايز في حالة التوصيل على التوالي. شدة مر في كل مكاومة. انا عايز ار واحد. ار اتنين ار تلاتة. الحل عندي. انا عندي عايز اجيب. احنا قلنا ده توصيل على التوالي. يبقى بيساوي مجموع هذه المكاومات. يعني اقول ار واحد زائد ار اتنين زائد ار تلاتة. يعني هتساوي اتنين زائد اربعة زائد تمانية يعني اربعتاشر قوم ودي قيمة ده رقم واحدة لعن المكاومة المكافأة لهذه المكاومات. عايش في كل مكاومة. في كل مكاومة يبقى ازا لازم اجيب شدة الطيار طب اجيبه ازاي? انا ما عنديش عشان اجيب الاي وان وان عندي عشان اجيب الاي ما عنديش كلام ده. ما عندي ايه? عندي الاي اللي هو مدالي في المسألة اللي هي الستة وخمسين اللي ده ده يعتبر قوة دفعة قربية يعني فرق الجهد الكل اللي داخل الدايرة. والاي اللي هي المكاومة الكلية انا جبتها حاليا الى اربعتاشر. طب ما انا عندي على الار هتديني الاي لها شدة طيار الكل. طب نطبق ونجيب شدة طيار الكل بعد كاين نشوف هنعمل ايه? الاي بتساوي على الار. يعني هتساوي يعني هتساوي ستة وخمسين على اربعتاشر. يعني هتساوي اربعة امبير. ما احنا قلنا ان في حال التوصيل على التوالي شدة الطيار سبتة. يبقى ازا الاي اللي داخله في الدايرة اللي هي باربعة هتساوي الاي وان هتساوي الاي تو هتساوي الاي سري. يبقى ازا شدة طيار المر في كله مكاومة هيساوي اربعة امبير. بكده نكون انتهينا من الفصل التاني اللي هو الكهربية الديناميكية او الطيارية او المتحركة. تكلمنا فيه عن التلات حاجات المهمين جدا واحنا بنتكلم عن اي دائرة كهربية. ليه الجهد الكهرابي او الطيار الكهرابي وتعريفه. مش الطيار الكهرابي الخانون بتاعه. الجهاز الوحدة. تكلمنا بعد كده عن الجهد الكهرابي والقوة الدفعة الكهربية بجهازه والوحدة بتاعته. تكلمنا عن المكاومة الكهربية والعوامل اللي بتوقف عليها المكاومة الكهربية لسلك او لموصل. كلمنا عن خاصيتين مهمين وانا بتكلم عن الطيار الكهربائي اللي هي المكاومة نوعية المادة والتواصلات الكهربائية المادة انتهينا في نهاية الفصل الاولاني بتوصيل المكاومات على التوالي وعلى التوازي واخدنا مسائل على مسائل الفصل التاني اتمنى تكون حلقة شيقة باذن الله تعالى وتستفيدوا بيها على وعد ما كان اخر في حلقة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة